إنه شاب سوري صاحب جرأة لا تتكرر أراد شخص استهداف رجل نمسوي تقدم به العمر في أحد أحياء فيينا لكن ذلك الشاب قدمه هدية ثمينة للشرطة بعد أن أربك الحالة الأمنية في الحي النمسوي فكيف أمسك به؟ هو عبدالله علوش شاب سوري مقيم في النمسة حصل على فرصة عمل مناسبة تدر عليه دخلا شهريا يكفي احتياجاته اعتاد ذلك الشاب تقديم المساعدة إلى الآخرين مهما كانت ظروفه الشخصية عبدالله يعتمد ذلك عملا إنسانيا خالصا عاهد نفسه عليه ذات ليلة كان عبدالله يتجول في أحد الأحياء النمسوية الهادئة يريد الاستمتاع بذلك الهدوء بعد يوم عمل طويل لكن تبين له أن الهدوء الزائد في مثل تلك الأحياء يستدعي مزيدا من الحذر واليقظة من الخارجين عن القانون فجأة سمع عبدالله صوتا غريبا لرجل تقدم به العمر كان واضحا له أن الرجل يستغيث من خطر كبير تعرض له فجأة أسرع عبدالله علوش إلى الرجل وسأله عن سبب حزنه فقال له لا يا بني لم يترك لي ذلك السارق يورو واحدا في حافظة نقود ولم أتمكن من مقاومته أشار الرجل النمسوي إلى الوجهة التي حاول الرجل الذي استولى على الأموال الهرب إليها وبدأ الشاب السوري يتتبع لاتجاه الذي فر إليه إلى أن نجح في الوصول إليه شهامة عبدالله لم تجعله يفكر في الخطر الذي من الممكن أن ينتظره وقرر السيطرة على الشخص الخارجي عن القانون مهما كلفه الأمر حاول آخذ الأموال الفرار يمينا أو يسارا لكن عبدالله علوش لم يترك له فرصة للهرب وباغته بطريقة مفاجئة إلى أن أحكم قبضته عليه تماما وأعاد حافظة النقود إلى الرجل الألماني وتبين أن المتهم رجل روماني حاول استهداف الرجل الذي تقدم به العمر بعد ساعات من الارتباك عاد الهدوء إلى الشارع النمسوي بينما تلقت الشرطة بلاغا بالواقع وتسلمت المتهمة من الشاب السوري البالغ من العمر 24 عاما بعد أن فرضت إجراءات أمنية احترازية في الموقع ذهب عبدالله علوش إلى حال سبيله بينما كان جيرهارد بروست يعقد اجتماعا لتقييم الحالة الأمنية في المنطقة التي شهدت توقيف الشخص الخارجي عن القانون واعتبر أن الجرأة التي تعامل بها معه الشاب السوري ساهمت في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن محاولات استهداف المارة اعتبر رئيس شرطة فيينا أن ما قام به الشاب السوري عبدالله علوش هو نموذج مشرف في تتبع الخارجين عن القانون ومساعدة الشرطة في توقيفهم وقرر استدعاءه على الفور بعد أن عرض طريقة التوقيف التي قام بها على كبار مساعدي الشرطة وأمام قيادات الشرطة النمساوية تم استدعاء الشاب السوري وتكريمه رسمياً وتسليمه خطاب شكر يشيد فيه مسؤول الشرطة بتصرفه البطولي الذي أبهر الجميع